موسيقى صباح الخير أهلا بيكم في قناة الحياة وأهلا بيكم في عيادة الحياة وموضوع جديد وعيادة أمراض النساء دايما زيارة المرضى للطبيب بتاحها دايما بتبقى زيارة للإتمئنان وزيارة لزيادة ثقة المريضة بالطبيب ودايما لربط أواصل العلاقة بينهم ومانع على الطفل دايما من أهم الحاجات اللي استفدنا بيها في الطب هو الصنار زي ما الصنار بالنسبة لنا بقى دلوقتي متهم أو كل الانترفنشنز اللي بنقدر نعرف بها وضع الجنين بقت متهمة بإنها مسؤولة لحد كبير عن زيادة عدد القيصريات لإن في وجود التقدم الرهيب في الصنارات وأجهزة الدوبلر وأجهزة تسميع والفور دي والكلام ده كله بقيت كأني قاعد مع الطفل وبقيت أعرف أقدر أعرف وضع الطفل وحالته يوم بيوم عن الوضع زمان كان زمان إحنا ساعة الولادة أنت بتولي الطفل ما أنتش عارف هل في مشكلة في وزنه هل في مشكلة في الدم اللي واصله هل في مشكلة بالنسبة له ولا لأ كل الكلام ده ما بقاش موجود وما بقاش مقبول في زل التقدم فيه احنا النهاردة هنتكلم عن مشكلة يمكن دايما بتقرق بتقلق كل السيدات يمكن المشكلة دي قلق السيدات اللي عندها المشكلة أو ما عندهاش هي معدل نمو الطفل وهل الطفل بتاعي بينمه بمعدل طبيعي وهل ابني أنا شايف بطني زي ما بيقوله بتجبر بحجم طبيعي ولا لأ أو إزاي أبقى عارفة إن ابني ده حاجبه طبيعي ولا لأ أو إيه الوزن الطبيعي اللي المفروض اللي بيكون عليه وإمتى الدكتور بتاعي يقول إن الوزن ده وزن قليل وإمتى بيقول الوزن ده وزن كبير وإيه الحاجات اللي مفروض نعملها والتحاليل أو الإشعاعات أو الدابلر اللي مفروض نعمله طول الحمل وإمتى عشان نتأكد من الطفل بتاعي خلينا نتكلم نقول إن إحنا دايما لما بنيجي نقول وزن الطفل بتاعي قد إيه إحنا دايما عندنا ما بتحكمناش الأهواء الشخصية في تحديد ميزان الطفل هل الطفل ده كبير أو صغير لا إحنا عندنا شارتس وعندنا جداول بتحكمنا على نسب نمو الطفل دي وهل النسب دي نسب طبيعية ولا لا كلنا بنشتغل عليها بتبقى دايما النسب في المتوسط هذا متوسط الوزن هل الوزن ده كويس ولا لا لما بنيجي نتكلم عن مشاكل النمو دايما مشاكل أي مشكلة نمو بتبقى يا نمو زايد يا نمو ناقص النمو الزايد اللي هو الماكروسوبيا هو زيادة وزن الطفل عن المعدل الطبيعي أو المعدل اللي إحنا مفروض يكون عنده في هذا الوضع طبعا إحنا بنقول إمتى يكون زيادة بنقول حاجة سمعنا 90% إحنا بنقول يعني لو هو وزنه أزيد من 90% من الناس اللي متوقعين إحنا ما بنيجي نوزع وزن الناس في سن معين ما بنقدرش نقول إن الوزن كل الناس هبقى شبه بعضه فمنحط بيرسانتس كل واحد بيبقى فين فلو هو وزنه أعلى من أكتر من 90% من الناس عند السن ده بنسمي ده إنه هو ماكروسوميك لو هو أقل من 10% من الناس المتوقع وزنهم عند السن ده بنسميه ده IGR أو حجمه قليل سيدنا إحنا من التعريفات اللي هتكون صعبة عن السادة المشاهدين إحنا بنقول إذا كان عندي طفل نموه فجأة لقينا نموه مش عجبني أو نموه الدكتور بيقولي والله النمو بتاع الطفل ده بشكله مش ماشي مع المعدل الطبيعي إيه أسبابه وإزاي نتفاداه وإزاي نشخصه معنا تليفون على على مدام عبيل التليفون واقع بتتظهر حت معنا أمو إسلام صباح الخير يا أمو إسلام أهلا بيكي أيوة يا أمو إسلام صباح الخير أهلا أيوة يا فندم صباح الخير كنت عادة تقصت حضرتك السؤال تحت عمرك بس ممكن لو سمحتي توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون أهلا أمو إسلام أهلا ممكن نتقص حضرتك السؤال تحت عمرك يا أمو إسراء بس ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من السماعة عشان فيه تدخل في الصوت مش عارف أسمع حضرتك أمو إسراء أيوة أيوة كده كويسة أمو تحت عمرك أموريني كنت عارض حضرتك موضوع الهوى الحامل بتاع عن طريق الجنجة الصينية هل دي صحيح ولا مصحيح تحت عمر حضرتك يعني يليك من الأشياء اللي بتقرق الناس دايما هي فكرة أنا عايز ولد أنا عايز بنت أنا عايز تحديد جنس المولود فيه طرق كتيرة بتتقال وطرق كتيرة موجودة على النات سواء الأجندة الصينية اللي بتمشي مع عمر السيدة ومع تاريخ آخر دورة وبنحضر نحدد به إمتى أفضل يوم للعلاقة عشان نقول دي يجي ولد ولا بنت فيه ناس بتقولك بعض الأكلات ده بيزود ده بقى ده بيقلل فيه ناس بتستعمل بعض أنواع التشطيف المهبلي بكيميكالز معينة عشان يزود القلوية ويزود الأسيدتي أو الحمضية للمهبلي وده بيأثر على حركة السبيرمز عشان نصل إلى فكرة الطفل الولد أو البنت حسب الولد طبعا فيه ناس بتقولك أن إحنا لو عملنا طبعا طبعا طبويد وحيواني منوي عدده أقل شوية اللي بيازه يحمل صفة الزكورة هو أقل عددا ولكنه أكثر قوة ولكنه أكثر عمرا فبالتالي لو حصلت العلاقة يوم الطبويد بالزبط الحياة المنوية التي تحمل صفة الزكورة قد تصل لبويضة أكتر من الحالات تحمل صفة الأنسة بيقولك لو حصل العلاقة ما قبل الطبويد لا إحنا عندنا نسبة البنات أعلى طبعا كل الكلام ده كلها احتمالات ويعني مبنية على احتمالات قد تحمل الصحة وقد تحمل الغلط ما نقدرش نبني عليها فرصة الحمل بولد وبيت لكن الشيء الأكيد اللي هو نقدر نحدد به نوعية الطفل هو الحقن المجهري أنا قبل نقطة ببرجع الطفل أم ببقى عندي عدد معايم الأطفال بقدر أعرف أنهي ولد وأنهي بنت وابتلي أقول لهم والله دول ولاد ودول بنات إحنا محتاجين نرجع إيه وعند النقطة دي أنا بقدر أحدد فهي لو حملت ساعتها لازم حتحمل في بنت لكن كل ما هو حول ذلك هي وضرب من ضروب المحاولات علينا السعي إذا نجحنا في سعينا إحنا كسبنا وإذا لم ننجح في سعينا خلاص بس أنا ليه وجه التنظر أن في الآخر مشيئة الله سبحانه وتعالى بتوحيد بهذه الأشياء كلها ففكرة اللي مكتوب الولد بيجي الولد ومن مكتوب الولد ما بيجيس الولد فنترك الأمور إلى الله سواء كلنا أو شربنا مهما عملنا وهذا النوع مش مكتوب ما بيجيش فنسهل على نفسنا الأمور ونخليها على ربنا طالما إحنا بنحمل بطريقة طبيعية وربنا يعطينا الزرية الصالحة سواء ولاد أو بنات معنا أستاذ محمد صباح الخير أستاذ محمد صباح النور صحيح يا دكتور أهلا بيك والله دكتور كان لازم صار أن زوجتي كان يتحامل وإكتشفنا في الشهر الثامن أو التاسع أن فيه ورم تحت الباط فروحنا للجراح وكده بعد الولادة فقال لنا العبدالزمن يعني نستقصل الورم دوت وقال زي سادي سانوي أو حاجة كده في التشخيص حاجة زي كده أيها وبعد كده يعني استقصلنا الورم دوت وعملنا له تحليل وكده وشان يعرف عبارة عن إيه فورنا أقوله مبارح فقال لني دوت تجمع تليف الغدد فأنا مش عارف يعني إيه تليف الغدد هو تحت الباب بالزبط هو كان حاج مؤدية فأنا يعني بالزبط كده قد الخوخة كده حاجة زي كده نحية واحدة أو نحيتين لأ نحية واحدة طب نحية التانية ما فيهاش خالص ولا كانت أقل شوية لأ ما كانش فيها لأن حتى لما كانت بتردع البنت كانت حتى ما بتعرفش تردعها وكان سعب بيطلع دم مش عارفين فضل فان شكرا وطبعا قصة الثادي وجراحة الثادي يا ريليتد أو ليه علاقة أكتر بيه زماننا دكاتر الجراحة العامة لكن إحنا نتكلم في الأعام إحنا عندنا الجزء الثادي إذا قلنا الثادي بنقسمه إلى كم جزء بنقسمه إلى خمس أجزاء دايما الثادي عندي الثادي نفسه بنقسمه كأن أربع تربع واحد اتنين تلاتة اربعة وده منهم قوي حتى التقسيمة دي عشان أقدر لما بنعلم الستات إزاي تعمل سيلف ايجزامينيشن أو إزاي تفحص صدرها بطريقة شهرية أو بطريقة روتينية عشان اكتشاف المشاكل بدري فإحنا بنقول لها عندك خمس مناطق أو ست مناطق لابد منحصهم الكوادرنت أو أربع تربع اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة زائد منطقة الحلمة زائد بنسميه البريستيل الجزء من السادي يمتد تحت الأبط فده اسمه البريستيل أو التيل يعني الديل هذا جزء من السادي موجود تحت الأبط وده طبيعي جدا وموجود في السيدات كلها وده مع الرضاعة بيكبر لأنه جزء من السادي زي السادي كله بيكبر هو ده بيكبر فبالتالي بتلاقي كل السيدات المرضاعات أو هم حامل عندهم انتفاخ في منطقة ما تحت الأبط ده طبيعي جدا في الحوامل وعادة بيبقى عن ناحيتين طب انا مش قادر اعرف هل ده الوضع اللي كان عند المدام ولا لا اذا كان ايا كان اذا كان هذا هو الوضع او لم يكن هذا الوضع احنا قمنا باستقصال الجزء اللي كان عامل مشكلة او مقام مقرقنا حتى لو كان في تلايو فاتي وده شيء مش مقلئ او ما هو الشيء له حاجة ماليجنانت او بريماليجنانت له شيء مرض لقدر الله سرطاني او ما قبله سرطاني لكن عشان نتأكد احنا محتاجين نزور اه بعق احد زمايلنا بجراحة نتأكد منه من هذا الوصف لكن انا مش متأكد اذا كان ده فعلا كان مفهودي يتشال ولا لا هو قدرى بيه كان دكتور الجراحة اللي شاله ويريت نتطمم لحضرتك على المدام احنا تكلمنا عن انه بتكلم عن معدل نمو الطفل داخل بطن الام وقلنا ده من الاشياء اللي دايما بتقر يعني بتبقى نوع من نوع القرق للسيدة هي والعيلة دايما واحنا على الصنار يقول لك اخبار نمو البيبي ايه وزنه عامل ايه ده بطناز غيره قوي الماء الحين البيبي عاملت ازاي فيبقى احنا قلنا دايما معدل نمو الطفل هو شيء مهم جدا بالنسبة لنا وما هو من الاشياء اللي بد من التركيز معاها لان ده بيدل على صحة البيبي الطفل او الجنين بتصفها عامة وملحاجات قوي التي تؤثر على النتيجة بتاعتنا لان نسق كتير جدا من مشاكل اولادات المبكرة ومشاكل لقدر الله دخول المحضن او لقدر الله الوفاة الاطفال هي بتكون الوزن بالذات الوزن الناقص او ان يصل بنا الطفل ان هو وزنه قليل لدرجة ان انا الان ان انا اسيبه جوه داخل الرحم فبالتالي انا مضطر اطلعه عشان اوفر له صبل التغذية الافضل وساعات مضطر اعمل الكلام ده في وقت بدري او فوائل الشهر التاسع ويمكن في التامن عشان اوفره ده طب احنا ايه سبب مشاكل نمو الطفل وايه اهم اسبابه يمكن لما نحب بنقسمهم بنقسمهم الاول الامراض التي تصيب الامراض التي تسبب في اضطراب في الاوعية والشرايين الخاصة بالامر طبعا بيجي اولهم هو ارتفاع ضغط الضم سواء ارتفاع ضغط الضم المزمن ما قبل الحمل او ارتفاع ضغط المحام صاحب للحمل او تسمم الحمل اللي بنسميه البريكلامسيا وهو ليس تسمم ولكن احنا الدرج يعني اتعودنا ان احنا نقول على انتفاع ضغط الدم اللي مصاحب لزلال في البول ان ده بنسميه تسمم حمله وده فرصة نتكلم مع المشاهدين ان فكرة ورم الرجل ده مش معناه الزلال احنا دايما تقولك انا رجلي ورمى وقالولي خدي بالك من الزلال فعلا هو ورمان الرجل هو احد علامات البريكلامسيا او تسمم الحمل لكن مش هو الاساس احنا عندنا اهم حاجة هو وجود اتفاع ضغط في الدم مع وجود زلال في هذه الفترة يبقى قصة ورمان الرجل دي دايما بيقى فيها مشكلة ودايما بنقول ان الستات الحوامل عندنا عندنا حاجة اسمه قرسستاتك ديما هو مجرد ان انا دايما اقول لها انت الورمان رجلي كده بيقى موجود الصبح ولا بالليل بتليها بتقولك لأ ده انا بيجي على اخر اليوم اه هو مكتر الوقفة ومكتر الوضع الوقفة ده الرجلي تتين تورم طبيعي جدا دايما الفرق بتاعنا هو الصبح السيدة دي بتصحى رجليها شكلها عام ازاي دايما بتقولك لا ده انا بصحى كويس قوي على اخر اليوم وبعد انا راجع من الشغل او العمل بتاع بيبقى الكلام ده موجود معنا مادام كاميليا صباح الخير يا مادام كاميليا صباحا نور يا دكتور لو سمحتي يا دكتور انا كان عندي سؤال انا اديلي متجاوزة اديلي اربع سنين وما خصلش الحامل كويس فتنصحني باي اعملت اي تحليل يا فضل لا ما عملتش تحليل ولا زور حديثك عمل تحليل الدكتور جال لي ما عندكش تكايفتات على المبايد ولا والدورة منتزمة ولا زور حديثك عمل تحليل لا عمل بس التحليلات كويس الحركة كويسة وعدد الحيوانات المنوية كويسة عند حادثك كم سنة اا 28 وزوجك يعني في الاربعينات طب هو سبق ليه اللي نجاب قبل كده لا بس سبق شنين بحورد على حضر تحت عمل طبعا احنا من حاجات المهمة اوي دايما بتعمل بيننا وما بين المرضى نقطة خلافه وكل الناس متخيلة ان كل المراكز الاطفال النبيب بتبقى او الحقن المجهري بتبقى متجهة بفكرها انها ان كل اهم حاجة في علاج السيدات كلهم كلهم هيعملوا حقن مجهري كلهم هيعملوا اطفال النبيب فقد يكون متخيلين ان انت دايما ميندد او دايما مخك متجه نحو فكة الحقن المجهري ولكن النقطة المهمة اوي ان تحليل الزوج لابد ان يعمل ان يتعامل فيه مناء ماك الحقن المجهري لان دايما اللي بيعمل التحليل هو دكتور المعمل اللي هو مسؤول عن التعامل مع الحيوان المنوي داخل المعمل وداخل عملية التلقيح والحقن واطفال النبيب فهو اقدر واحد على انه يقدر يحدد قابلية هذا الحيوان المنوي على الاخصاب وسرعية فدايما بيبقى نظرة الدكتور او نظرة تحليل مسؤول المنوي للنسبة للزوج في السنتر لان اطفال النبيب بتبقى بتبقى مختلفة عن المعامل العدية فدايما بننصح مرضانا انه لازم نعمل التحليل دي في مكان متخصص للحقن المجهري والخصوبة عشان هو الاكتر واحد هيقول لي تحليل ده في مشكلة ولا مش في المعامل العدية فاول حاجة لابد ان احنا نعيد تحليل للزوج في مكان متخصص طبق انت حضرك عندنا قصة بالنحيتين قصة نبال حقيق اربع سنين ودي فترة فترة طويلة اده ما حصلش حاملة لحد دلوقتي واحنا محتاجين نحنا ناخد خطوات لان عايزين نلحق حضرتك وانت في سنك 28 لكن في نفس الوقت انا معايا سن حضرتك مساعدني ان انا لحد كبير اشتغل وانا هادي لان انا سن حضرتك مساعدني لانه سن صغير طبق احنا لازم نبتدي بالحاجات الروتينية اللي لازم تتعامل لأي سيدة عندها تأخر انجاب اول حاجة لابد من اجراء اه تحليل هورمونز وكلها وزي ما قلنا دايما بنعملها في اليوم التاني او في التالت اه ودايما بتتاخل كلها لقطة واحدة كلها مع بعض في معمل كويس ودا مهم جدا من حاجات اللي لو كل حاجة عندي طبعية ومش تقف مش لاقي سبب لي سبب سيدة دي ما بتحملش ليه طبعا من حاجات اللي لازم نحطها داتي في البروفايل بتاعنا الاجسام المضادة واللوبس وحاجة اسمه الانتيفوس وليبس لازم الحاجات دي كلها نحطها في البروفايل بتاعنا بالذات في السيدات اللي مش لاقي سبب هما ليه ما بيحملوش يعني بنسميهم دول جزء كبير منهم بقى بتشخص انها اسباب مناعية وهي المسؤولة عن تأخر هذا الانجاب تأخر الانجاب فبالتالي من الجزء ده مهم قوي لازم نزوده في مجموعة التحايل الخاصة بتاعنا الشعب السابقة قد نحتاجها من الاول وفي ناس بتفضل نتأخرها شوية لكن في مقود اربع سنين زواج لا احنا محتاجين ان احنا نعملها على طول دي تتعامل دايما قلنا مع بعض الفيريد على طول مع استعداد مهم قوي ان ما فيش اي علاقة من اول يوم نزول دورة لغاية ما نعملها وما في لازم ناخد نعملها اندر كوفيرج وانتيبواتيك يعني لازم اديها انتيبواتيك او مضاد حموية بنوع كويس وكمية كويسة قبل ما نعملها عشان ما يبقاش في مسؤول ان في اي ميكروب او اي حاجة المشاعب السابقة بعد ما نلم الورق بتاعنا وكله بنحتاج نقعد مع بعض ونشوف الطريق هنمشي ازاي هنعمل حق نمجاري على طول هنمشي تنشيط الاول هنمشي تنشيط وتلقيها حسب الورق بتاعنا مفيش اه بطرون يعني يعمل فستان لكل السيدات لأ احنا محتاجين نفصل البطرون الخاص بكل ست وكل ست بيبقى ليها الطريق اللي تمشي فيه على اساسه بنقدر هنحدد دي هنعمل ايه وخطواتنا لكن مهم اوي هو دايما بنقول ترتيب الاوراق اللي في الاول عشان ابقى عارف انا هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة ومن الحاجات المحبه انا شخصين بحبهم ان انا اشرك عينيني في الخطوات وان احنا نبقى عارفين ان احنا الخطوة اللي جاي هنعمل كذا واللي بعدين هنعمل كذا وفي لحظات فارقة بيبقى الاختيار ممكن يكون اختيار بالمشاركة بيننا وما بين المرضى اذا كان الخطوة اللي جاي هنعمل حقن مثلا على طول ولا نبتدي تلقيه وبعدين لو ما حصلش حاملة من نعمل حقن وفي اوقات بيبقى القرار خاطع من الطبيب هو محتاج يعمل ايه فلابد من ترتيب الاوراق حتى نحدد الاحتياجات بنتكلم عن نمو الطفل سواء النمو الطفل قلنا بيبقى زايد ده اللي بنسميه ماكروسوميك او نمو الطفل اللي بنسميه اللي بنسميه اللي بنسميه او في يعني طفل حجمه اقل من الحجم الطبيعي وقلنا ده بنحدده بوسائل عديدة وقلنا اهم حاجة هنشوف الام بتعاني من امراض ايه نكمل كلامنا بعد الفاصل واركوكم تنتظرون اهلا بيكم بعد الفاصل في انتظار بترفيناتكم على ارقابنا وقلنا بنتكلم على مشاكل نمو الجنين داخل بطنه الام وقلنا ان فيه تأخر فيه نمو الجنين بيبقى ليه اسباب عديدة ومن اهم الاسباب لو قلنا بنرتبهم هو الامراض المزمنة للام تيجي اولها ارتفاع ضغط الدم سواء هو مزمن من قبل الحمل او ظهر مع الحمل او تسمم الحمل يمكن مرض السكر مسؤول اوي برضو بس احنا دايما الامراض يقول لك مرض السكر ده مرض السكر بيبقى مسؤول على زيادة حجم الطفل اه لو مرض السكر في الاول قبل ما يؤثر على الشرايين ده فعلا قبل ما يعمل حاجة اسمها فاسكلابوثي او التهاب في الشرايين هو ممكن يكون يؤدي الى زيادة حجم الطفل لكن المرحلة المتقدمة من مرض السكر قد تؤثر على نمو الطفل الامراض الكولة وامراض الكبد كل الحاجات دي بتؤثر على نمو الطفل وظائف المشيمة او المشاكل في نمو المشيمة قد يكون مسؤول عن هذا نكمل التليفون مع مدام مونة ايوة 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 دكتور اهلا بيكي ايوة دكتور انا اتفن شهور بعالج اه عن خلفة والدكتور اقول لي ما فيش اي حاجة التحليل سليمة وكل حاجة سليمة اه فما حصلش لغاية دلوقتي ما حصلش حامل عندي حضر بيك كم سنة عندي اتنين وعشرين سنة متجوزة بقالي كده تمنت شهر لا بقالي تلس سنين متجوزة وبقالي يعني عليكت قبل كده ريب سنة وفصلت وبقالي تمام شهور دلوقتي بعالج واخر مرة قلت عندي مبارع بيقول لي تحليلي مضبوط وطميم في شكل حاجة وما حصلش حاملة خوزي متجوز ودلوقتي مراته حامل وما حصلش حاملة خالص لحضرت نعم لسه ما حصلش حاملة خالص وزن حضرتك قدي اه خمسين كيلو وزنك خمسين كيلو طبعا اشعب السبغة وتحليل هرمونات وكل حاجة تحليل هرمونات وكل حاجة بس عملت سواء لسه ما عملت عجوال ممكن تطبق منك بس غاية مبارع اللي اللي معه انت عملت 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 في بطنك قبل كده لا 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 ما عملت شي حاجة ارد على حضرت تحت عام تحت عام طبعا هو احنا كده اذا كانت فعلا تحليل الزوج كويس وزي ما حيك قلت الزوج حضرتك متزوج وعنده اولاد وحسب او انجب فبالتالي المشكلة مش عند الزوج المشكلة طبعا لازم نتأكد ان تحليل هرمونز وكلها معمولة فوقت صح وكلها معمولة وما فيش حاجة نقصة ما تعملتش مش عب السبغة طبعا في الوقت ده لازم نعمله ان احنا ما عندناش حاجة واضحة وزي ما قلنا حضرتك من اهم الناس اللي لازم نعملهم تحليل الخاصة بالمناعة عشان نشوف هل في مشكلة عندنا في الانجاب في المناعة ولا هي المؤثرة على الانجاب وراء لانه علاج بتاعنا بيبقى علاج بسيط جدا وبتبقى الامور مش محتاجة اكتر من احنا بنزود بعض الادوية المسيلة وقد يكون الحل بسيط ابسط بكتير مهم نحنا نكون متوقعين للادوية ونطلع الفاصل ونرجعتين ان شاء الله اهلا بيكم بعد الفاصل في انتظار تليفوناتكم وقلنا بنتكلم على مشاكل نمو الطفل مع الحمل ودايما بنقول دايما المشكلة دايما هي في نقطة تغذية الطفل ودايما بنقول ان المشيمة هي المسؤولة عن كل وظائف الطفل هي المسؤولة عن الرئة وتمثل الرئة وتمثل الكلا في الاخراج وتمثل الجهاز الهضمي في التغذية فبالتالي المشكلة اي مشكلة تؤثر على المشيمة قد تؤثر على كل الوظائف دي يمكن معنا بعض الصور هتوضح لنا شوية احنا عايزين نتكلم على ايه احنا قلنا ان النمو بتاعنا بيممكن يكون الطبيعي بالنسبة لنا اول صورة زي ما احنا نمو الراس ونمو الجسم هي علاقة دايما الجسم يبقى حجمه اكبر من الراس وده الطريقة الطبيعية اللي نمو اي جسم فينا لكن مع اضطراب نمو الطفل عندنا نوعين من اضطراب نوع بنسميه symmetrical او كل الطفل في نفس الوقت وزنه مضطرب او وزنه اصغر بكتير احنا محتاجين الصورة اللي قبل كده دايما اللي في النص ده هو حجم الطفل اللي شايفين احنا سواء راسه او حجم جسمه هو بيبقى حجمه صغير وده بيبقى اسمه symmetrical ijr والsymmetrical ijr ده دايما بيبقى ليه علاقة اكتر بالمشاكل الكروموزومية اللي موجودة في الطفل يمكن تالت واحد اللي هو عندنا زي ما احنا بنسميه asymmetrical ال asymmetrical ده بيبقى مشكلته في التغذية دايما للطفل او مشكلة في المشيمة احنا عندنا حاجة smith sparing effect لما كمية الدم اللي تبقى رايحة للطفل مش كمية تكفي لكن الجسم في normal physiology بتاعنا بيقدر يسحب الدم اغلبه ناحية تكوين المخ فبالتالي المخ بيتكون بطريقة طبيعية في دماغ الطفل تكبر بطريقة طبيعية لكن كمية الدم اللي ده خلالي مش كفاية للنمو الكافي للمخ وبقية الاعضاء فبالتالي نفاجأ ان الريليشن ما بين الراس والجسم الطفل بقت تقريبا واحد لواحد فده بنسميها asymmetric الاجر الحقيقة الاجر ده الناس بتتوقع اللي اوحش هو الاحسن بكتير لان مجرد الطفل ده ما بينزل وبياخد كمية التغذية الكافية بترجع البتر بتاع جروس او طريقة الجروس او النمو بطريقة طبيعية للطفل وبالتالي لا يتأثر الطفل بها تماما ولكن محتاجين طريقة صحة لمتابعة هذا الطفل الصورة اللي بعدها هو ده الكيرف يمكن لما قلنا احنا لما بنيجي نحكم على الطفل ده بالاهواء بالوزن او بتاعنا ما قلنا ما بنحكم بالاهواء الشخصية بالنسبان ولكن بنحكم عن طريق جرافات او رسومات بالنسبان او ارقام بتقولنا يمكن هو ده الجراف اللي احنا بنتكلم عليه الجروس بتاع البيبي او النمو زي ما احنا شايفين حتة الرمودي في النص دي هي الحتة الطبيعية بالنسبان وكل ما بعدنا منها الناحية الفوق كلما اعتبر الطفل النمو زايد عن الطبيعي وكلما نزلنا لتحت او نحية اليمين كلما اعتبر نمو الطفل في ناحية التأخير او ناحية الريتارديشن يعني حجمه اقل من الطبيعي يمكن الجدول اللي بعديه اسهل بكثير هو ده بيقولك تقريبا متوسط وزن الطفل تقريبا عند كل وزن قد ايه او عط عمر قد ايه يعني احنا تقريبا عند 28 اسبوع بيبقى كيلو ومتين وعند 32 اسبوع بيحوالي 2 كيلو لغاية ما نوصل في الاخر في المتوسط بتاعنا حوالي 3 ونص دايما بيجي لك سؤال تقولك السيدة هو معقول الطفل ده اللي هو في نص اللي هو في السادس ووزنه 600 700 جرام حيلحق يوصل للوزن الطبيعي ساعة الولادة بنقولها اه ده طبيعي جدا لان ومن نعمة ربنا سبحانه وتعالى على السيدة لا تستطيع ان تتحمل وزن طفل 3 كيلو من اول يوم حاملة او من السادس للتاسع فدايما الزيادة المضطربة او الزيادة الكبيرة في وزن الطفل بتيجي في الاشهر الاخيرة حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى يقلل البردن او الحملة على السيدة في حملها يمكن الصور اللي بعدها صور هتكون توضيحية اكتر دايما من المشاكل بتاعة النمو بتاعة الطفل او الطراب نمو الطفل بيبقى في الاطفال التوائم بنسميه يمكن بالذات اللي هما بيبقى فيهم ما بينهم مشيمة واحدة زي ما احنا شايفين الجزء التحت المصورة ده بيوريك ان المشيمة بتاعة الطفلين مرتبطتين ببعض وفيه بينهم اتصال بين الشرائين فبالتالي دايما بيبقى فيه حاجة اسمها 20-20 نانس فيوجن بيبقى فيه طفل من الاتنين دايما بيتغزى على التغزية على حساب الطفل التاني فتفاجأ ان عندي في نفس الحمل عيل مكروسوميك عيل كبير قوي ووزنه زايد ويحمل كل مشاكل الطفل الزايد من ارتشاح وإيدي وممكن تلقى الله تعرض للجلطات حاجة اسمها بوليتيسيميا لكن وفي نفس الوقت الطفل التاني نفاجأ انه المياه اللي حواليه قليلة وهو وزنه قليل ومعرض لكل المشاكل بتاعة الـ اي جو ار او اللي هو اللي عنده مشكلة فيه النمو بطريقة طبيعية يمكن الصورة اللي جاية هتوضح لنا شكل التوائم بعد الولادة الصورة اللي بعد دي دي ممكن زي ما احنا شايفين هم توائم الاتنين واحد اللي على الشمال هو طفل اللي كنا بنعتبره ان هو المكروسوميك اللي هو اللي كان بيسحب من الطفل الصغير اخوه وهذا الفرق هم اتنين اخوات وده وفرق واضح جدا فيه الاحجام بين الاتنين فده بنسميه وده من الحاجات المهمة قوي اللي لازم نركز عليها فيه الاطفال الاطفال التوائم بالذات اللي بيشتركوا فيه ماشيما واحدة ويمكن الحل الوحيد ما بينهم بس حل صعب بس هذا هو الوحيد ان احنا بندخل نفس الاتنين او الدم بتاع المغزل الطفلين من بعض بلايزر بحيث ان انا اخلي كل سايكل او كل يعني كل سلوب تغذية بيبعد عن التاني تماما كل سيستم تغذية بيبقاش فيهم اتصال فبالتالي محدش يتغذى على حساب التاني الصورة الاخيرة معنا يمكن موضحة جدا الفرق ما بين الاتنين الساعة الشمال دي شكل مشيمة طبيعية لطفل طبيعي وواضح جدا ان حجمها عامل ازاي بالنسبة للمشيمة اللي عن ناحية لمن وهي مشيمة لطفل اي ج او او في مشكلة في نموه وده يبقين لك ازاي المشيمة دي بقت صغيرة اوية فبالتالي وهي فبالتالي بينتج عنها ان نموه الطفل بيحصل فيه مشكلة على عكس برضو زي ما بنقول الطفل اللي نموه بيبقى زايد برضو منلاقي عنده حاجة اسمها هايبر بلسنتوزز بيبقى عندها المشيمة كبيرة عن الطبيعي وده بيبقى برضو من احد اسباب نموه او زيادة وزن البيبي بطريقة مضطردة وطريقة مش طبيعية يمكن الصور وضحت لنا شوية فكرة ان ممكن يكون عندي نمو مضطر وممكن حتى يكون في التوائم يمكن زي ما قلنا هي دايما المشكلة بتاعتنا بتبقى في المشيمة طب ييجي السؤال ازاي اقدر احدد هذا او اقدر اكتشف هذا بدري وايه الخطوات اللي ممكن ناخدها يمكن من اهم الخطوات هي بتبقى ان الدكتور بتاعي بيبقى ملتزم كل مرة ان احنا لازم ناخد مقاساتنا بطريقة طبيعية لان اكتشاف المقاسات بدري او اختراب في مقاسات الطفل بدري بيخلي العلاج اسهل بكثير تاني حاجة ان احنا لازم من حاجات المهمة بالنسبة لنا ممكن تكون زيادة ام اقصان كمية المياه اللي حوالين الطفل بتبقى بدري ان انت بتلاحظ شكل المياه انها قلت او بنحنا عندين حاجة اسمها وهو معدل كمية المياه اللي حوالين الطفل ممكن حجم المشيمة في الصنار يبين لك هذا الكلام ممكن ظهور تكلسات في المشيمة بدري يكون احد العلامات اللي بيبين لك فكرة نمو الطفل يمكن من الحاجات المهمة اولي دايما بنعملها الدوبلر اللي عند الشهر الخامس يمكن ده مهم جدا انه بيشوف لي كمية تضفق الدم للطفل وكمية تضفق الدم لمخ الطفل والميا حجمها قدي ايه وحاجز وزن البيبي قدي ايه ودي من الحاجات المهمة قوي اللي ممكن تبقى عارفة تديك الاشارة او السجن البدري ان البيبي ده قد يحدث فيه مشكلة وبتنور لك نور تقول لك خد بالك ان البيبي ده لو ما نحقناش بدري دايما بدري هيحصل مشكلة قدام دايما انا بحب اقول العينين بتوعنا احنا دورنا كده كاترة مش نستنى لما المشكلة تحصل ونحاول نحلها اهم دور للطبيب هو محاولة اكتشاف المشكلة بدري قبل احدوصها او قبل تفاقمها حتى يكون ساعتها لما بدي علاج في اول المشكلة او يعتبر علاج وقائي لكن لما نوصل الى المشكلة فعلا ونعالج مشكلة دايما بيبقى عندنا اطراف وضع في الحالة العينة مضطربة والحائلة مضطربة غير لما بنبقى الامور موجودة من بدري او الحل موجود والبدائل موجودة من بدري بيبقى الحل اسهل والبدائل اكتر معانا مدام اسماء صباح الخير مدام اسماء صباح اهلا بيك اهلا بيك دلوقتي دكتور انا بقى لي ثلاث سنوة ونقص متجوزة ايوه وعملت اشعب السبغة وعملت عملية منذر من البط وبعد كده خدت منشط والدورة غابت اربعين يوم ما تنزلش ورحت للدكتورة بتاعتي واداتني قبل تنزيل البريو دلوقتي بقى لها دلوقتي وقدر قبل عشرة ايام ما نزلت عملت اختبار حمل عملت اختبار حمل في البيت ما طالعش واللي هو اختبار حمل الرقمي ما طالعش فيه عملت الشرار ما فيش كيس على الميبيو ولا حاجة قالت لي لما رفت لها قيت لي فيه كيس في الميبيو بس ما تميلش حمل وهو ده منزلش البريو فلازم نبدي قبل تنزيل البريو وخدتها منزلش حاجة طب حروض على حد تحت طبعا احنا دايما عندنا مشاكل بسيطة جدا مع في العلاج دايما بنعمله في السيدات اقر الحمل اول حاجة فكرة ان كل سيدة ما بتخلفش هي عندها مشكلة في التبويض وهذا خطأ تماما احنا بنزود عدد تكيس المبايد او بنزود عدد السيدات اللي عندهم تكيس المبايد اذا انا بشخص كتير اوي عندهم تكيس المبايد مفيش تكيس المبايد في سيدة مدورة عندها منتظمة مفيش سيدة مفيش تكيس المبايد في سيدة لما عملها بطبع التبويض الاقي عندها بويد او بتطلع ليه احنا دايما ما بفكرش غير ان المشكلة فيه الطبويض فيه مشاكل كتير اوي وقد تكون هي السبب ويكون حلاء اسهل بكثير من التدخل الهرموني في جسم السيدة بيعمل لها مشكلة فيما بعد المشكلة التانية فكرة ان انا ادي منشط واسيب السيدة مع نفسها من غير ما اتابع هذا الطبويض واتابع البوايدة دي بتكبر ايه وتكبر ازاي وزاي كالعادي نفجأ ان احنا عندنا الكيس عن مبيض وبعد ما كنا بنحل مشكلة الطبويض بعد عندي مشكلة الكيس وبعد ما كنا بندور على تنشيط هناخد رسمة حمل عشان اضيع الكيس فبتبقى قصة ودايرة مفرغة الى ما لنهي طبعا وفي وطول مع وجود هذا الكيس الكيس دي بتفرج هرمونات فبالتالي مش ممكن الدورة هتنزل في وجود هذا الكيس احنا محتاجين يا اما ناخد جرعة بروجستران اعلى شوية من الحقنة بجرعة بجرعة عالية وبالتالي بعد كده انه ممكن ننزل الدور كلمنا عن نمو الطفل وازاي فيه تأخر في نمو الطفل والامور بالنسبة لنا بتبقى محتاجة ايه يمكن هنتكلم في مرة تانية على العلاج بتاعنا نتمنى نكون فدناكم في الحلقة دي والى اللقاء الى حلقة قادمة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة